في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة تدور حلقة جديدة من مسلسل الإجرام والانتهاكات الصهيونية تقابلها حلقة جديدة من مسلسل الصمود والمقاومة الفلسطينية بدأت القصة قبل 49 سنة حين ادعت جمعيات استيطانية ملكيتها لأرض الحي وتطورت الأحداث بعد ذلك إلى قضية تنظرها محاكم الاحتلال الذي يسعى لتهجير أكثر من 500 فلسطيني يسكنون حي الشيخ جراح قبل أن تسلم سلطات الاحتلال منازلهم إلى عدد من المستوطنين العائلات المقدسية أعلنت رفضها مقترحا صهيونيا يقضي بتجير تهجيرهم من بيوتهم مقابل اعتراف منهم بحق المستوطنين الصهاينة بملكيتها وأكدوا أن الاستيلاء على بيوتهم لا ينفصل عن مخططات الاحتلال لتهويد القدس والتهام ما تبقى من أرض فلسطين الحراك الشبابي المقدسي دعا من جانبه المواطنين إلى مزيد من الحجد في الحي دعما للعائلات المهددة بالتهجير في إطار حملة ينظمها الشباب الفلسطينيون على الأرض وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان أنقذوا حي الشيخ جراح بهدف لفت الأنظار لما يتعرض له الحي وسكانه من هجمة استطانية شريسة غير أن الاحتلال الصهيوني بدأ أكثر عنفا في محاولة إنهاء قضية الحي الذي كان على مدى الأيام القليلة الماضية ساحة لاعتداءات متكررة على الفلسطينيين أسفرت ليلة الخميس فقط عن إصابة أكثر من ثلاثين شابا فلسطينيا إسادفتهم قوات الاحتلال بالضرب وإطلاق الرصاص المطاطي ويبدو أن التصعيد الصهيوني مرتبط بمحاولات تدويل القضية عبر تحويل ملفها إلى المحكمة الجنائية الدولية وتعاطف عدد من المنظمات الدولية مع قضية سكان الحي تعاطف تصدرته الأمم المتحدة برفضها الاستطان فيه وكذلك منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الدولية ويبقى الصمود الفلسطيني هو القول الفصل في المحافظة على زخم القضية وكسب التعاطف الدولي في ظل غياب شبه تام للمواقف العربية المؤيدة للحق الفلسطينية